افتتح سعادة دكتور محمد بن بارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي في نسخته الخامس بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين ورؤساء ومديري الشركات العاملة في مجال الرفع الاصطناعي وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير الحرص على عقد مثل هذه الفعاليات العالمية بهدف تعزيز الصناعة النفطية في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال تقديم أفضل ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا والحلول الصناعية في مجال الرفع الاصطناعي للمنشآت والمصانع العاملة في مجال النفط والغاز والصناعات الأخرى المرتبطة بذلك وأشر سعادة الوزير إلى أهمية ضمان استدامة إنتاج الطاقة من خلال إيجاد الحلول المبتكرة والمبدعة التي تواكب أفضل التقنية الحديثة في هذا المجال لتوفير مستقبل مستدام للأجهال القادمة وأكد أن سعادته على أهمية تقديم الدراسات الفنية المتخصصة وتحليل البيانات بشكل دقيق ومستمر بالإضافة إلى اختيار التكنولوجيا المتقدمة المناسبة الأقل تأثرا على البيئة كما افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المعرض المصاحب الذي شاركت فيه حدد من الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية لاستعراض أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم حيث التقى سعادته بكبار المسؤولين في الشركات المشاركة في المعرض لتبادل المعلومات والاطلاع عن كثب على ما تقدمه الشركات في خدمات في هذا الشأن اشتركوا في القناة